اشتركوا في القناة ده شيء قاري وبيبيدي حقوق وفلوس مقابل ومكافئات فوز وعالية في حالة الوصول لدور التمانية وبيبيع الحقوق التلفزيونية وقصة مختلفة. لكن في التحاد المحلي المفروض النادي هو صاحب. فأنا الأستاذ جمال جابري قال لي كلمة قال لي ما ترجع للأرشيف بتاعك. شوف السنة اللي فاتت كان مين لو ماتش الأهلي كان مين بيبقى الراعي. السنة اللي فاتت كان الراعي فدفون. ليه؟ تعالوا شوف لو انت عندك قادي الراعي في ماتش من الماتشات كان حسام حسن واعتقد كابتن عزيز عبد الشافي. وكان الماتش ده في الدور الأول وكان الراعي بتاع النادي الأهلي فودة. وكان الراعي اتحاد الكرة اتصالات. يبقى انتوا كده عشرة عشرة يا أهلي وانت عندك حق. واتحاد الكرة بقانون سكسونيا وبيستعبط من الآخر. ما هو؟ كنت انت اتصالات وهو فدفون. الراعي الرسمي في ماتش الأكبر ماتش في فيك يا بلد ماتش الأهلي والزمالك. وكان ماتش الأهلي. حطيني الراعي الرسمي بتاع النادي الأهلي. يبقى انتوا بتتكلموا في ايه النهاردة؟ انتوا بتهزروا بقى؟ طيب. اتحاد الكرة بقى واحد من أعضاء اتحاد الكرة اكترح عشان نطلعهم الموضوع ده. يعملوا ايه؟ السمع ماضين مع شركة تانية. وعن طريق عمر حفيفي. وعمر حفيفي هيدفعلوه 52 مليون جنيه. مش عارف ده هزاره ولا بجد. والله العظيم بجد حد قال كده. تخيلوا اتنين مؤتمر صحفي ايه؟ يعني ابن طارب الصحفي بعد كده اخدوا بالكم. يعني مثلا لو بيتروجيت الماتش اللي جاي الرعي الرسمي بتاعها غير الرعي الرسمي بتاع النادي الأهلي من حقها. اتنين سوري ايه حطوا اتنين رعاة في مؤتمر واحد سوري. يعني مش عارف. يعني ايه وهنادي الأهلي ايه وافق ده ده الماتش بتاعه. زي ما بيتروجيت لو ليها رعي تحط اللي هي عايزها. والنادي الأهلي ما يدرش يتكلم لان ماتش بيتروجيت. كابتن مجدي عبدالغاني راح النهاردة الصبح النادي الأهلي قعد مع الكابتن حسن حمدي وكابتن ساد عبد الحفيز. يهديكوا يرديكوا عايزة حل الموضوع بتاع الرعاة. هل حلوا ولا ما حلوش؟ ولكن انا متأكد ان القرار النادي الأهلي قرار واحد ماتشاته عنده 18 ماتش في الموسم بتاعه من حقه يحط الرعي بتاعه.